عسلمة الناس الكل اللي شنحوي لكم ان شاء الله نهاركم مزيين ونهاركم اسعد لأيام الناس الكل ان شاء الله يا ربي ديما في صحة ديما في خير ونامة وان شاء الله يا ربي يحفظكم ويرزقكم الوقت الطيب على كلمكم الحلوء اللي قاعدين تبعثوا لي وبرك الله فيكم اكا نقولها من كل قلبي اينا نبدأوا في الفيديو بتاعنا نتاع اليوم اللي فيه اكيد دبارة دبارة مزينا اتعاونكم حتى في الكون شيدة ديجا شفتوهم في الانستجرام ديما نهبطيني على الانستجرام اول باول اينا نبدأوا الساعة بسم الله نتوكلوا على ربي ونصليوا على سيدنا الفليزي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما العادة وكما نستنستو بي نبدأ بقهوة الصباح في توري نمشي نوصل بنتي عادل القراية وبعد نتعدى هكا للخذار نتعدى للعطار وكل اجواء اذيكا لازم اش نعملوها كل صبحية نتفقد وكا كوجينتنا اش ناقصها وما ناقص هاش ونبشي ونقضي وقضي قضية للدار ديما في ثميتي لحقيقة كيف نوصل بنتي انا نقول تاون تعدى ونقضي ونشوف اليوم ما شوف شان طيب اليوم ما قلت نعمل تاجين بنادق عندي مرقة لحقيقة بيتها من البرح ذيكا بش نسخنها مع ترايف التاجين يولي في طايرة تعمل 66 كيف بتبيعة ديما البيت نسخنوني يكلوهره وعادي كيف الناس الكل عام تربي عمرنا ملوحوه هكا ولاي انا قلت نعمل ترايف تاجين عندي ترايف الجيش خرجتها بالفريق وقعدت ذوب على رويحتها نمشي مبعد نحضر هالرسيتة ذي السهلة اللي معروفة هي الحقيقة مش رسيتة سعيبة وبش نعمل خبز زي دراهوه لاي الخبز موجود اليوم خبز زكا بتريقة اليومة عسل عسل لا تقول بخبز لا تقول بريوش من كثر ما هو جيني هكا في قمة الهشيشة والبشيشة هي حتي تقيوتي سعلي بها الفيدا اللي بيش تعمر الراس ذيك هي اللولة ومن بعد نبدأ في نهاري به شون مش نعمل الحقيقة في التنظيف والروتين وكل أجوئ ذيك الكل اليوم ما فيميش خاطر ما عنديش برشا قضية لحقيقة انت عربي معنى يعني كي نبدأ معاكم نصور على تبيعة وبتبيعة فما معون أكيدة كلي ما يوفيش وما عندوش أهلي يسئلوا علي هذيك يوميا المعون عمره ما يوفى الله غالبا يا سيدي هنا قصة تربي خرجت السبحية كهوعد نمشي نشوف كيما قطلكم أشواري قضياتي ساعة نمشي زادة غير إنه نمشي نقضي معنى يا واحد يبدأ عنده أموره بانكة بوستة برشا حاجات بالنسبة حقها ذكرت البوستة القضية اللي بعثها الولدي هذيك ما زلت ما وصلتش اليومين هذا اللي يني نقصت منها نحيت منها الميكل اللي طيبتها الكل اللي هو ممنوع منها عن بيت أنا حبيت انذكركم فقطها اللي يني لي طيبت المنخية والليك عبره والبنيد وك الجوه ذيك الكل تنحى ممنوع الله غالب ما قالوا ليش وحبيت استطيعتيكم هالمعلومات صغيرة جز تبعث له دوية تبعث له برفا ما نهيكيك حاجة تخفيفة وكا ومزيد من فرد المرة ما وصلتش غيريني تفعت فلوس وما وصلتش الله غالب اي ما علينا لبشيلو رأسة الخبز اللي يوم عملتها بمئتين ميليلتر حليب دافي ساخنتهم فوق الكاز وحاتيتوا عليهم ساشي خميرة خبز باي هي مغرفة كبيرة سكر حلها بالجداء بالجداء هك هيكل خميرة وغطيها بالجداء وخليها يضع في الحجمة متاحة ومبعد باش نحطوها فوق سميد والفارينة تنجم تعملها فارينة صافي وتنجم تعملها سميد صافي معناه ما قاني مش نعمل الزوز خطر حبيتوا يكون هشوشة 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 دا كوردوس حبي حبيت نحط اليوم سميد وفارينة معناه حاتيت نقوله 400 جرام سميد حاتيت على اليوم 200 جرام فارينة باش نحطهم بعد فاك الشقالة نخلي الساعة هيكل خميرة الضوب الساعة قبل كل شيء ونغطيها والحليب يردوا بالكم معا مشيشة تحطوه سخونا عاد لازم يكون الحليب دافي ونغطيها بالكداء وميزم يكون باردة ديما نقولها في الفيديوهات باش ما تغلطوش باش ما تخسروش هك الفارينة وكل الجو هذيك باش حط بغرفة صغيرونا ملح على كالسميد والفارينة وباش نحط له فاحات لهني تشربت تستغنع الففاحات جملة ما اني نحبه الخبز بتاع يبدأ فيه وسط فاحات بايهي ما عنديك مش حاجة لازمة عامنوا فارينة صافي زيدي ما يقدم باردة كان عملته بالفارينة راهو باش يجيك باريوش الروسيت هذي باريوش باريوش عرفته فهميني اوكي اما اني عملته باسميد باش يمشي يقيميلي شوية للخبز و باش نعمله كشكل بسيت معناها كما صندويتشيت صغيرونات وعلا اي شكل انت تحبو مش لازم الشكل المتعاليوما انت يتعملو بايهي لهني باش نخلط المكونات نضيف زيت زيتونة 70 مللتر زيتونة و نضيف 50 جرام زبدة و 70 مللتر زيتونة و إلا زيت ناباتي و إلا زيت ناباتي و إلا لديك موجود نضيف بداية مليحة قبل ما نضيف وكال خليط الخليط الخليطة و نقوم بإضافة ناقص العجينة و إلا زيت حليب دافي كما تحبت نجم تعملها كما نقول لكم حليب كامل معناها و يجيك هشم الهشاشة طيب بش حتك الزبدة علش هي الزبدة بالحق الزبدة اللي استعملتها اليومة جديدة هاني ذكرت بش نقول بادي ما نقول الاسم بش تعرفوا معناها مارجارين اللي عندك معناها ما تحيرش تعطي دور كبير في البعض بها كنحبيتك كما عندك شقيس مثلا بالجرام مع الزبدة و كل هز مغرفة كبيرة مليونة هكا ومرصوصة هز كأغرف فختي وحطها دي بيه البهم كامل خلتها مليح مليح وبدايتك دي ما تسمي بسم الله و نذكروا دي ما ربي و احنا نطيبوا و احنا نصنفوا و احنا عاملين جو نقولوا بسم الله ما شاء الله لا حوله ولا قوة إلا بالله و دي ما حوتك على كوجينتك على دارك و انت هكا عاملة عاملة ببون بون كيف و انت هكا فرحانة وتصل وجول في دويرتك و راضية المهمة تكون عندك هكا القناعة المزينة لك اللي انت راضية باللي عندك و فرحانة بمعيونيتك و بقويزك و بكل شيء هكا وليه القناعة بالحق رايك يقولوا كنزة يا فنا بالحق هو كنز لك تبدأ راضية باللي عاتيه لك ربي حمدوله يا ربي و قد ما تبدأ راضية قد ما يا ربي يبعث لك الرزق والقسم راه والله و يعطيك ربي إن شاء الله و نقولوا كلمة كي على قد قليبك قليبك كالسافي الطيب هذيك اللي يبدأ هكا سبحان الله معنى إنسان يبدأ قلبه طيب ربي يعتيره والله والله حطوها في مخاخكم هذيك حسيلوا اللي هنا زيت الماء ما زيتش حليب كأنا حبيتو ديدو حليب كي ما قلتلكم الماء دافي بالطبيعة تردو بي لكم عادة لنمش نحبي كالسحيفة هذيك بالماء دافي و باش ندخل عليها حاتتك باتتك كي ما نقولوا بالقداء بالقداء تك 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 و نحطها عاد بالطبيعة العجينة متاعنا باش نحطها فوق لوجق آه ملا شوفوا لاناك يتصبوا الماء راو متقولوش يبس العجينة زي ما تكون رطبة آه سميد يشرب راوك يشرب يزيدي باس انتي عينك ميزينك انتي تو باش تحطها فوق لوجق و حاتينا التصوير السريع بتبعي هذيك كي ما قاعدين تشوفو و بدايتك بي كف اليد احنا نقولوها بيه و خليها عجينة تك تخمر خليها كي كربع ساعة صايف ساعة غطيها بالقداء بالقداء والذكرني دا كوردو المهم دي منعود نذاكركم كيف تخبر استعملها معنا كي تتنفخ استعملها خليتها فوتت لها وقت لا خليتها معنا اكثر وقت تقول خليها حتى في عقلها حتى نهار كي منرا ومشي بهي بيه ردوا بالكم وفي نفس الوقت دا نعطيكم نفس المعلومة اللي دي ما نعود فيها كي تلقاها مشي نافخة العجينة خليها في عقلها تتنفخ بهي متزرب اي اخذينا العجينة حتيناها في شقيلها غطيناها وسترناها وخبناها وحتيتها في الفورة كي مدفية نصيف ساعة تلقاها قبت نفخة ولا اربع ساعة انتي وعجينتك حسيلو العمد الكل بيش عتيك النتيجة المزينة هي كان عندك العجينة حطها في العجينة بطبيعني حتي استعملتي دايا خطر دي ما تقولولي راو جينيش بهي خطر انتي عندك عجينة واحنا معاني شاني عملتها توبي دايتي قدرت ربي يجيك بهي شرح لباس عليه عاية فشها كل عمو نعطيوها كل البوني المزينة ونفشوها ونبديو عاد الشكل اللي تحبو خبز مدور خبز ميني باقيتا كي ما صندويتشيتا كي صغيرونات اليو ما بش نعمل شكل مزينة كي يعجبني شفتو في الانستغرام دي جابعتتو لي متابعة على الانستغرام عجبتني الطريقة معاني بصفيرة هكا بش نعملو عاتوا تشوفوها توا سهلة معاني تاخذكا كويرة حلا حسب انتي شنو تحب تحب خبز كبير خبز صغير كي ما تحب انتي وش تطيبهم لهناك يجي تطيب عاد الخبز متاعك ما تنسيش تسخن الفور سخن الفور على ميتين درجة وبعد حطهم يتيبوا اوبا يتنفخوا محليهم مزينهم وصحة وفرحة ان شاء الله كيف تطيبهم ان شاء الله ان شاء الله ايا نبدو باسم اللي حتيتا هنا شوية فيرينة خطر العجينة بالحق رتبة مضخمة هكا عرفتو كالزبدة وكالزيتة باي باي عملك هشيشة فقل هشيشة اي المهم بعد ما حلية العجينة بشو نعملها محشي بالفرماج تحبوه بلايش عملوه بلايش ايمي ايني كيكا نحبوه بالفرماج معنية بنتي تحبوه بالفرماج وإلا حبيتوه معنية هالخبز متاعكو محلو حطولو شوكولات الحاجة اللي تحبها معنية بتغري الأطفال احنا نقولوك صغيرونيت كي حبو لمجة معنية ولا حاجة تعملو خبز محشي تحبوه ملح زيدة اعملو ملح دب الراسك معنية تن وهريسة وكالجوة نعطيكم جزء أفكار فقط لأكثر لأقل حبيتو معنية تعملوه خبز اللي عشي أعملوه محشي يللا واللي هيدا يضربك الخبز زي تسراع يرقد معنية هو يتفرجها سبوعي ومورو منظمة معنية يكلك البريجي شيخ معنية لي شيخة مع اليوم عبش نعملتوها تاجينة اوه يبومبوك صهرية مريق لأ حاسي لو نعملو كثفيرة زعمة زعمة وحدة ثمينة ثلاثة ونشدوها كثلاثة نعملو الثفيرة الثفيرة عادية بسيطة خفيفة وكهو الشكل موكهو من الأشكال هو كي نجي بفيرينا صافي راهو جي منفوخ مقولو أحنا كل بريوشة جي أزيان معنية وأحلى ما هو فيه السميد يا كي كي إني حبيتو بالسميد فقط المهم بعد ما عملت الثفيرة نشدك البرتي اللي نحشيت فيها الفرماج هذيك وندورها عليها وكهو بشد هنا بالياغورة التابعي العظم موفيلي لحقيقة انت عربي هو امبراسيب ند هنا بالفصل العظمة بهي وانتي دب الراسك هو بالفصل العظمة يجيك أزين وأحلى بتبعاه ما إني لحقيقة عملت بالياغورة التابعي وكهو عادي معني يجي لونه عادي فقط المهم صحابي بعد ما كملت حذرتهم الكل تك 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 هكي من هاكي نزينهم في تباق لحقيقة لحقيقة العجينة ما عملتش الكل بش نبدأ معاكم امينة معني إني نعمل دي مع لا حسب بش عندي في الدار معني عملت حسيبي في الليه نهارتها بش نيكلو بيه معنية مع الفطور وكل شي ومن بعد قلت كين في ذلي الفطور السباح أنا نفطروا بيه معنية وما ترايفونيت صغيرونيت وكهو اشتر العجينة الاخر نجب نعمل من غدوة هكا فوق التاجين طيب ومعنية فوق الغاز نعمل خبز اخر نعمل ومحشي اخر يعني خطر العويلة مش كبيرة برشك عليه ان شاء الله نتلمقني وليداتي ان شاء الله ربي يحفظهم ربي يرد وليداتنا معنية من الغربة ورب يرزقهم ان شاء الله الوقت الطيب ونفرح بوليدي واني معاهم هكي عامل جوا معاهم ربي يخليهم دي يا ربي ويحميهم يا ربي من كل شر ويحمي وليداتنا الكل امين يا ربي العالمين راهو بريوشا ريتو بريوشا بريوشا خفيفة عاتي عاسل من فوحة بس ينوج والبس بيس من كثر ما هو الشي شو على محلي عاسل وصحة وفرحة كان جربتوها الرسيت وقلو لي وكت ببعثو لي هكي عاد على كل انستجرام اصحابي وحبيبي اللي نوجه لهم تحية كبيرة على خطر بالحق يبعثو لي في تساور بوزة كبيرة هكي عاجبين على خطر محليكم محليكم محلي تساوركم اللي قاعدين تبعثوهم لي برافو زيدا قلتكم خطر نفرح برشا كي تعملوا رسيتو تنجح معاكم زيد في نفس الوقت لكن قاكم تشيركوني معنى طاولتكم ووحيتكم ربي خليكم ليه ينقعز ناس على قلبي بي كيما قلتلكم عندي زيير بركة جيجة زييرك هوراوة زييري للا مش نعمل بيها التجينة ذي المثخمة دخموني اليوم دخموني شديتك اصدرت جيجة سيدي بعد ما رحيتو حتيتو في صحيفة شديت البسل والمعدنوس اوبا تكا زد رحيتهم شاقد نقصي يا ارحي امهم غاديكا ونرتاحو كاو ارحينيهم فكل الرحاية هيكي وحتيتهم فوق كل المعدنوس قاد نقلي في الكعبة بطاطا على الجازة كعبة بركة بطاطا قسيتها مربعات بعد حتيت الها فتاية ملحكة صغيرونا قاد نقلي فيها على الجاز حتيت الهني قاد نقلي فيها اكسكوزا بعد ما نفوحت الجيج باش نحط له فتاية خبس باش يشد روحو هكا شوي يشد روحو وباش نطيبو نطيبو في الماء بتبيع نعملو كل بنادق هذا مني تاوي بنادق الجيج بطبيعة نجم تعملو بنادق الحم داكوردو معناه من غير ما تقول ما عنديش الجيج لك كان عندك الحم مفروم اعمل الحم مفروم مني نحب نسهلو برا لتحب معناه تلاجين البنادق ما يجيش كان بالحم مفروم يجي حتى بالجيج ويجي بنين 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 داكوردو المهم يكملنا فوحنا كالجيج نكوروهم كويرات مع شوية خبز مرحي تاوي بش نحط له الخبز المرحي يوبش يعملو كالشدة هكا كالجيجة كهولا اكثر الاقل تنجم تحطو جبننا نسيتو ولا حتيت ما حتيتش جبن اما اني ما حتيتش لحقيقة تنجم كيما تحط جبن مرحي بهي بعد ما كملت خلطو بتبيع بدايتنا انذفة اللي ديما نخسلو بالمعون وجبالي دايتنا اللباس عليها ونكوروهم كويرات مزيانات نحطو كروينة صغيرة في وسطها شوية ماء ومعاهم شوية زيت زيتونة ومعاهم شوية ملح شوية فلاكحة يعنيك البندق يجي طيبهم مطيبهمش في الماء اكهاو لحط كروينة كاكا مفوحة الماء يبدأ مفوحة مورو بريق لكن حبيتو زيدو ورقه رند في وسط الماء حطو ديما باي اني نحبو والاخي قماني اليوم ما حطيتوش دوبة ما يقيم الغلوة في الماء ونحطوش الجيج متاعنا في الماء بيرد ردو بيلكم يتحل باي حطيتك البندق تاو في الماء لي اغليبش نحطهم تاو خرجتك البتاتا حطيتها في شقالة ونخليهما كل البندق ليين يقر زيتها شمعنيها معانيا يتيبوا الجيج متاعنا يتيب متحطش برشة ماء بخاطر الجيج فيسعة فيسعة يتيب كان الحم اي حط كروينة منصفة احنا نقلو بالماء ايما الكروينة بتاعنا اليوم ما حطيت شوية ماء مع شوية زيت كي ما قلتلكم شوية ملح وفلفل اكحل وتحطها والبندق متاعك يتيبوا ونبعد تخرجهم ووقتيش تخرجهم كيفي قر زيتها وتعملك تشكشيكا تقر معانيا بهي نحمروهماكا شوية احنا نقولو يبدي عندهم لون مزيل ومحليهم كي تقر زيتهم ويتقليهم معانيا حاسي الاسمت كابتين عظم زيدا قلتا اي برا نقصهم طريفات طريفات نحطهم غاديكا اللي بشي يفوح معانيا السوس هو الفرماج اكيد وكان حبيته ريجوت تحبيته كريم فريش يعني بشي حطهم غرفة كبيرة من القشرة التازجة نحطوها في وسط الخليط الي كعابر سي حماروه ومحليهم وكل شاي نحطوهم غاديكا زيدا معاهم بش نخلطوا بش اهم حاجة وحقها واللي بيه الفيدة ريتوها كالتختوخة اللي طيبنا فيها الجيجة هو اللي بشي فوحورا حطك التختوخة هيكية الي تقرر فيها زيتها مع التاجين مع الخبز المرحي مع كي ما قلتلكم الفرماج العظم حسب الخليط متاعك العظم ستة عظمات تركضهم بالبيهي والخمسة كي ما اللي عندك حسب ديما نقول الخليط اللي عندك معانيا قيتوا هاك عاقد زيدوا عظيمة بيهي خطر التاجين اللي غالب يحب العظم يحب اه شو شو قل لكم يحبوا بعضهم معانيا اللي غالب فهم علي قد تحبي نيتهم المهم اركض العظم قبل ما تحطوا عليك الجيج وكالجو وذيك الكل بيهي كان ذوقك شوية ملح خطر التختوخة اللي حتيناها في وسط التاجين فيها الملح ترد بالك لهنا معانيا قيتوا نيقص هانا زيد وقتش تذوق لهنين بعد ما تخلت هكا شوية قيتها نيقصة زيد لها شوية ملح حبيت تزيد حرحرها شوية برشة في الفلك حلف اللخر زيد حطت لها معانيا هاريت عينك يا ميزينك تد هنا تبايق متاعك اكيد بالزبدة تباق متاعي ولا معروف كهو اني خطر نحبه ونحط فيها مش متبديوش تقولولي دي ما عبدتو اي ميسيل شيني ما عبدتو خطر يعجبني المهم طيبوه على 180 كانك مش طيب خبزة جاتو 180 تفاهمنا ولا ما تفاهمنيش اه كهو تفاهمنا هيك كي تلقاه احبار كب كله تفقده بالكردون طيبكة من الداخل يليلا خرجه وقصه وكون بالصحة ان شاء الله بالفرحة يا ربي العالمين ان شاء الله هاجبتكم رسيت ان شاء الله رسيت هي معروفة اما ذيك هي تبارتي كملت دويرتي نظافت افترنا عملنا جو بخرنا وخرجت اخرجت بشي تلدارنا مش نعمل عيشوية بحضة امي بحضة اختي وكل عملنا جو ما صورتش للأسف اما صورت المحل اللي ديما نصور فيه خطر نبيا نشري حاجة من عندو نوري بيها اللي بش نزين بيها في التراس منش بش نقول لكم عليها تاو بش نقول لكم انبعاد انبعاد ما نشري اوكي خطر دي جقة هتي حذر لي فيه مهمة ثري اوكي نكمل ونوريه لكم ان شاء الله كنجي ناخذهم نوريكم بقدرة ربي هذا المحل معناه موجود في العمارة متعبابة معناها هنا كن حبيتوا تشوفوا عندو برشة حاجات مزينا ربي عينو ربي يرسقوا ديما نصور فيه موجود ديما في الانستغرام تاو نتاقيه لكم كن حبيتوا وعملوا عليه طالة كن حبيتوا موجود في خزيمة الغربية سوسا حسيلوا يوفى الفيديو كهو بش نسلم عليكم رعا ونقلكم بوسة كبيرة قلكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد لأيام يا احلى ناس على قلبي نحبكم برشة نقد نسنا في تعليقاتكم المزينا وربي يخليكم ليا الناس يكل قلكم تاو مسلمة باي باي اشتركوا في القناة